جاء المشهد مغيرا في الدربي 114 بين الرجاء والوداد وفقد الشارع الكثير من إيقاعاته ومظاهر الاحتفاء والتنافس الذي امتد دائما خارج الملعب وقبل صافرة البداية هكذا كان أما اليوم فقد جاء أخضرا لا يعكره الأحمر الذي غاب عن القمة باعثا برسائل احتجاج هناك بعض المشاكل التي تعرفها ومن جانب التحكيم من جانب المسيرين من جانب اللاعب نتمنى ان شاء الله اليوم أن جميع الفعالية الودادية تكاتف اثنين جل واحد رباح الرجاء البيضاء صالحي وبرزق ولم تكتمل اللوحة لأن نصفها غاب بغياب جماهر الوداد التي قطعت المباراة احتجاجا على ترد أحوال البيت الأحمر وغابت بذلك الحناجر والألوان التي شكلت على الدوام ثنائية مع اللون الأخضر والذي حضر بأعداد هائلة لكن ردد أفعاله تباينت بين الرضا والقلق على الرجاء البيضاوي كانت زويلة ولعب الرجاء مزيان يقول حد مساعدناش يجب الله التوفيق من شاء الله يمكننا قولا بهذا ليس ديربي وليس مباراة في كرة عدم لأنه مستوى ضعيف جدا نؤدي تذكير بـ 800 درهم 50 درهم على هذا المستوى هذا حرام نتيجة غير مرضية بالنسبة للفارق الأقل كان فوز بعدها لأنه قلبي برد شوية سيظل الديربي 114 واحدا من أسوأ الديربيات في تاريخ الرجاء والوداد وعكس المرحلة الصعبة التي تعيشها كرة القدم المغربية محمد بنباري العربية الدار البيضاء ترجمة نانسي قنقر